ما جرى بالـ 48 كان غلطة تاريخية قاتلة وهو ابقاء سكان أصليين بالضفة الغربية وبغزة أنت مين؟ أنا سفير عن زملائي اللي لسه بقطاع غزة بيستمروا بعد في عندك الإدراء أنك تتحمل واتتابع طرف الاستسلام هو القبول بالإبادة عندك ولاد النضال يستحق التفريط بهذه العائلة خيار اللي مطلوب منك هو أن تنتهي مفهومك للهوية تغير بعد كل هذه السنوات بالعكس تجذر أنت أوصلت الصورة بطريقة واضحة حرب غزة أكبر تحدي أخلاقي بواجه الإنسانية بالقرن الـ 21 لمن تقول عذرا؟ للي لسه بغزة غسان أبو ستة أهلا وسلا فيك بحديث من الحديث مع لي كاردو كرم لتقينا أول مرة بالعام 2013 لتقينا تاني مرة في عز حرب غزة في بدايتها عملنا بودكاست أربع صباحا لكن بعدك منتهي من مجموعة عمليات سلسلة عمليات وحدة وحدة تانية قبل المباشرة بعملية أخرى اليوم عملت إيه؟ ولبنان عم يحترق غزة توباد ولبنان يتم تدميره بعد سنة من حارب غزة ماذا تغير؟ لم يتغير شيء أنا برأيي هي جزء من نفس الحرب هي فرض منطق جديد من الهيمنة المطلقة إسرائيليا على المنطقة ولكن امتداد لنقاش داخلي داخل الحركة الصهيونية كان يجري خلال الخمس سنين الماضية هو أنه منطق هذا النقاش هو أنه ما جرى بالـ 48 كان غلطة تاريخية قاتلة وهو ابقاء سكان أصليين بالضف الغربية وبغزة فالحل لإنقاذ المشروع الصهيوني هو طرد كل السكان أو إبادتهم ما لا نفهمه أنه المنطق المهيم من داخل الحركة الصهيونية هو منطق ديني وكلونيالي بالمنطق القديم ويرى جنوب لبنان حتى صيدة امتداد لنفس المشروع الصهيوني فالإسرائيل تريد أن تخلي المناطق أو تبيد سكانها إذا رفضوا الإخلال بما في ذلك جنوب لبنان غسن خلال كل هذا العام أنت كنت شاهد على أبشع الجرائم وأكثرها قصوة أنت كنت جزء من مشهدية العالم كله تبعه وكانت أعينه عم بتحضق فيها وعم بتتبعه أنت أصبحت حديث الناس وحديث الساعة وأصبحت أناطق الرسمي بإسم كل هذه الضحايا كل هذه العوائل كل المصابين كل الجرحة كل من لا صوت له مهمة كتير كبيرة وتقيلة كتير كبيرة هل بعت في عندك الإدراء أنك تتحمل واتتابع هذه المسيرة؟ اليوم كان في عندي اجتماع مع جمعية الطباء بلا حدود لأنا دائماً بأشتغل معاهم كنت عم بسأل عن صديق الدكتور محمد عبيد اللي أنا وياه كنا مع بعض بالشفى وبمستشفى العوذة بجباليا لأنه من سكان مخيم جباليا وخبروني أنه محمد عبيد لسه بمستشفى كمال عدوان بجباليا لا هلأ عم بيعمل عمليات حينما تتمكن أبل يومين لما صارت مجزرة ببيت لاهية عم بتفرج على تلفزيون ولمحت صديق الدكتور بكرة أبو صفية الدكتور عماد عجرمي اللي هني أنا واشتغلت معاهم من الانتفاضة الثانية بمستشفى العوذة لا خيار إلا الاستمرار لأنه الخيار المطلوب منك هو أن تنتهي أن تباد المسح الكامل للوجود الفلسطيني هو المطلوب فالبقاء بالمعركة والاستمرار مش خيار ممكن الواحد يستنكف عنه الإنسان يهزم أمام كل هذه البشاعة أمام حمام الدم هذا في عنا قدرة على استيعاب الأمور على تحمل الأمور لكن طب نوصل إلى الطاقة القصوى بتم استنزافها ما بقى فينا نكمل غسان شونا عم بخليك تكمل كل يوم بنفس سأوى وبشغف أكبر وبانتماء أكبر وأكبر هل برأيك أنت أي اللي عم تعمله لحيوصل لشي اللي بيخليني أستمر هي الناس اللي مستمرة المتين ألف اللي لسه بمخيم جبالي الدكاترة اللي لسه بمستشفى العودة بمستشفى كمال عدوان واللي بمستشفى الأهلي إبداعهم إعادة كتابتهم لمفهوم الطب ومفهوم الانتماء المهني والوطني هي قدريتي على تحويل الحزن لغضب الحزن بيأكل الواحد من جوه إذا ما حولوا لغضب ولا إصرار على الاستمرار لأنه زي ما حكيت لك أنا عندي قناعة إنه إحنا عم بنحارب من أجل البقاء كشعب مش البقاء على أرضنا البقاء فترف الاستسلام هو القبول بالإبادة غسام أنت عندك عائلة عندك ولاد معلق فيهم معلقين فيك عندك زوجي بانتظارك هل النضال يستحق التفريط بهذه العائلة أنا محظوظ أن عائلتي تشاركني إحساس بالأولوية لهذا الصراع ولكن زي ما هو أنا في عندي امتداد إلى الأمام الأولاد أنا أمثل امتداد لشعب متجذر بهاي الأرض عبر قرون وعبر أجيال فزي ما فيه سليمان ابني فيه سليمان أبوي وفيه جدي وفيه جد جدي وأنا أمثل امتداد لهذا الصراع مثلما قاتل عمي بثورة الـ 36 واستشهد عمه لأبوي بمعركة الترعى هو بقاتل القوات البريطانية بالحرب العالمية الأولى نحن نمثل امتداد وحرقة الوصل الوالد كان دايما يقول لي أولادك بتعلمه من اللي بيشوفوك بتعمله ومش من اللي بيسمعوك بتقوله وآمل أنه اللي عم بعمله يكون هو لأنه هذا الصراع حيمتد أجيال وإعداد الجيل القادم لطول هذا الصراع جزء أساسي من استمراريته غسان هويتك بدأت تشكيل فيها بطفولتك تبلورت مع الوقت بالغربة وعن بعد هل مفهومك للهوية اليوم تغير بعد كل هذه السنوات لا أنا بالعكس تجذر أنا ما يربطني الآن بغزة وبشعبنا بغزة عمره ما كان بهذه الحدة الإصرار على أن تبقى غزة مستمرة وأن يبقى شعبنا مستمر وموجود بقطاع غزة ربط حياتي وما أراه من مستقبلي بمستقبل شعبنا بقطاع غزة صار بالنسبة للي هاجس غزة هو الجرح اللي إذا أمكن اللي أرجع لإله بأرجع ولكن إسرائيل استوعبت الدرس وصار فيه قرار إسرائيلي بمنع أي تواقم طبية ذات أصول فلسطينية من العودة وآخر كم يوم منعوا ست جمعيات طبية لأنه مؤسسيها أو أعضاء مجلس الإدارة فلسطينيين أمام كل هذا العالم كله انحنى أمام تضحيات الجسم الطبي أمام تضحياتك تم تكريمك أينما كان في هذا العالم تم منحك دكتورة فخرية أصبحت رئيس شمعة غلاسكو أعطيت شهادتك بالمحكمة الدولية طبعا نقاط مهمة جدا وأحداث مهمة جدا يمكن ما منشوفها اليوم أنه مهمة أمام هذه الحرب الدروس لكن هي أساسية في هذا النضال وهذه المعركة اللي أنت عم بتخوضها كل هذه النقاط وكل هذا الاحترام يلي أظهروه الناس قاطبة ديش منحك صلاة بوقوة إضافية أنا بالنسبة لي هذا الاعتراف أو الاحترام اللي منحته لأنني أنا سفير عن زملائي اللي لسه بقطاع غزة بيستمروا العالم أراد أن يكرمهم بما أنه هني لسه كلهم بغزة فاختارني أنه يكرمهم عن طريقي أنا بدون أدنى شك يعني ما عنديش أي شك بأنه كل اللي أعطيته أو منحته من نايشين أو من اعتراف هو تكريم للقطاع الصحي تكريم لزملائي تكريم لدكتور محمد عبيد والدكتور فضل نعيم تكريم لمئات من الأطباء والممردين الفلسطينيين اللي لسه جزء من المعركة فأراد العالم أن يكرمهم فاختار أن يكرمهم عن طريقي ولكن هو التكريم للجسم الطبي الفلسطيني اللي أعاد مفهوم الطب كجزء أساسي من تحرر الإنسان الجسم الطبي الفلسطيني خلق حالة تاريخية أنا برأيي بتقدر تسميها Liberation Medicine الطب التحرري اللي يرى بتقديم المعونة الطبية أو تقديم الحياة كنقيد لسياسة الموت الإسرائيلية جزء أساسي مش بس من مكونات الصمود بوجه الآلة القتل ولكن جزء أساسي من سياسة الموت الإسرائيلية النكروبوليتكس الإسرائيلية النقيدها هو تضحيات القطاع الصحي وإصراره على الاستمرار بتقديم المعونة الطبية لشعبه عسان أنت أوصلت الصورة بطريقة واضحة أنت استعملت وسائل التواصل الاجتماعي ووصلت المعلومة بوضوح إلى الرأي العام العالمي الناس فهموا شو عم بصير وأصبحت المصدر لكل معلومة ما بعدت فيه تغريدة كتبت أنت ما تم تدوله وتنقله ألاف المرات إنما كان في هذا العالم إذا كنت بالبداية أنك إصبحت صوت من لا صوت له اليوم هل بتشوف الشباب بالعالم يلي فهموا أنه في شيء اسمه فلسطين يلي أدرك أنه في شيء اسمه قضية فلسطينية بدروا يكونوا فعلا أصوات محقة وصادقة وغيروا المعادلة هل اليوم القضية الفلسطينية يلي شابت وشاخت من دون تغيير من دون تبديل عم ترجع تعيش مرة تانية من خلال كل هؤلاء الشباب سواء كانوا عرب أو لا بدون أدنى شك بالنسبة للجيل جيل طلاب الجامعات اللي انتفض السنة الماضية دفاعا عن فلسطين دفاعا عن حق الشعب الفلسطيني رفضا لمشاركة حكوماته بالمحرقة ضد الشعب الفلسطيني بدون أدنى شك الآن تمثل قضية فلسطين وحرب غزة أكبر تحدي أخلاقي بواجه الإنسانية بالقرن الـ 21 القمع اللي وجه لهذا الجسم الطبي اللي انتفض الطلاب اللي انتفض 3200 طالب اعتقلوا بأمريكا خلال السنة الماضية مئات الطلاب والأكاديميين طردوا من جامعاتهم خلال هاي السنة هذا دليل على أنه هذا الرفض الإنساني المرتبط برؤية الإنسان الفلسطيني بإغطاء غزة كإنسان عدم السماح لا العنصرية المتجذرة بالفكر الصهيوني إنه تمنع أنسنة الفلسطيني أنا برأيي هي الجزء المضيء الوحيد بالسنة الماضية وأنا برأيي هتستمر وحتزداد تم منعك من دخول الأراضي الفرنسية تم توقيفك في بطار شالدوغول ولم تدخل إلى فرنسا فرنسا طبعا قيم الحرية وقيم الأخوي وقيم حقوق الإنسان خلتنا نفكر كلنا إنه هذه الشعارات هي فقط في الكتب والممارسة هي غير موجودة تم طبعا يعني بعد وقت يعني تصليح هذه الشائبة لكنك رفضت تروح إلى فرنسا أنا بالنسبة للي العلاقة ما بين إسرائيل والغرب والدول الغربية والطبقات الحاكمة في الغرب هي علاقة غريبة لأنه هي أكثر من تحالف يعني إسرائيل أهم من تايوان مع أنه نحن عارفين أنه المعركة الأساسية الآن هي ما بين أمريكا والصين فمفروض تايوان تكون أهم من إسرائيل إسرائيل أهم من أوكرانيا مع أنه المعركة الأساسية مع الروس هي بأوكرانيا إسرائيل تمثل امتداد للمشروع الإمبريالي للطبقات الحاكمة بأوروبا وبأمريكا هذه الطبقات الحاكمة هي بصراع مستمر مع شعوبها بدها تغيب شعوبها عن اتخاذ القرار وهذه الشعوب متزايدة برؤية الصراع الفلسطيني كامتداد لفراغ الحلم الديمقراطي ضعف المؤسسات الديمقراطية فتزداد حدة هو راح تزداد حدة هذا الصراع داخل هاي المجتمعات بسبب فلسطين بسبب ما يتمثل فلسطين خسان بدي أرجع معك شوي لعملك الميداني وأنت في غزة توفيق يومياتك إلى أي درجة حسيت أنه قربك من الناس وخليك تفكر أنك ما كنت لحالك لحد ديت ما طلعت من غزة لا اكتشفت قديش كان لأنه أنت ما تنسى كنت أكتب وأحط الأشياء على المنصات بوقت ما ما يكون فيه انترنت وبعدين يوم الثالث الرابع يجي الانترنت لمدة ساعة ويطلع كله بس لما طلعت اكتشفت قديش كان بيأثر بالناس قديش كان الناس تبحث عن صوت من داخل هذه المأساة وكان مذهل يعني لهلأ أنا مش قادر أستوعب مرات كتير هذا من ناحيتي متلقي لكن من ناحيتي أنت من ناحيتي أنا أنا بالنسبة لأيلي أهم منظر يعني عاد إيماني بالبشرية هن طلاب الجامعات لما كسبنا انتخابات جامعة غلاسغو بـ 80% ضد أربع متنافسين آخرين لما بدأ الواحد يشوف الشباب بـ UCLA أو بـ Columbia أو بـ Harvard أو بـ Yale هذا الجزء الأساسي اللي هلأ في مرات كمان شغلات يعني الواحد بهذا لما بمبارايات الفوتبول إن كان بـ فريق سلتك بـ Glasgow أو بالفرق بتونس الواحد بيشوف إنه رفعين صورته يعني بيكون منظرها غريب ولكن مرة تانية أنت تمثل شيء بالنسبة لأيليهم هذا الشيء هو القطاع الصحي اللي اكتشفوا إنه هو جزء أساسي من المعركة غسان وصولك إلى بيروت حيث طبعا كنت عيش في الماضي وأنت منضوي في الجمع الأمريكي في بيروت في مستشفاها تحديدا وصولك لإجراء عمليات جراحية بلسمة جراح المصابين في هذه الحرب اللبنانية كان مصدر أمان للناس كان صمام أمان للناس كان مصدر طمأنيني لأيليهم شعروا إنه هذا البطل اللي حيعمل المستحيل هون في كتير محبي من الناس لأيلك أنت ويمكن هالناس عم بتفرجيك إيها بعد أنت وماشي بالشارع وانت تدخل على مطعم الناس بتحكيك وبتقل لك هاشي المحبي الحب اللي بيتم إغضاقه على الإنسان خصوصا على الإنسان مثلك أنت إلى أي درجة هو سلاح وهو قوت يومي فيك تستعمله فيك تستفيد منه أنا بالنسبة لإلي بدون أدنى شك هذه المشاعر دليل على أنه لسه الناس فيها خير والناس لسه بالرغم من ما يجري مادياً أو يعني البلاد مرت بأربع سنين صعبة جداً بالرغم من هذا الناس بتلاقي تغضق زي ما حكيت بالمحبة بيبرهن لك أنه فطرة الإنسان فطرة طيبة والناس بتحب الخير لبعض ولما تشوفك أنت بتمثل شيء إيجابي بحياة الآخرين هي بتتعاطف معاك لأنك تمثل الخير للآخرين عسان ما هو المشهد الأكثر إلاماً المشهد الأكثر شيء وجعك في غزة ومن ثم في لبنان أنا بالنسبة لإلي المشهد الأكثر إلاماً بغزة هي لما شفت مريض كنت عملت له عملية بمستشفى الأهلي وجابوا أبوه عندي لمستشفى العودة بالجنوب مشان يشوفني قبل عشر دقائق من ما أركب السيارة وأروح على معبر رفع وأترك غزة وكد أني ألغي الخروج بسبب هذا الولد وحسيت قديش أنا محتاج أكون بقطاع غزة بلبنان خلال تواجدي بإجازة آخر الأسبوع بطلع على مستشفى النجدة بالنبطية مستشفى النجدة بالنبطية من التمانينات بمنطقة كانت أمامية مع وجود الاحتلال الإسرائيلي وهلأ عادة هاي المستشفى لتكون من أهم مستشفيات الخط الأمامي بالشيء المؤلم هو لما ترى أنه هاي المستشفى ما عم تأخذ ما تحتاجه من مساعدات من دعم من إضاءة على دورها الأساسي ومش بس بمساعدة الناس بس بتثبيتها بأرضها على المستوى الإنساني في طفلي عمره 13 سنة إجت منفجر القذيفة بوجها وكل وجها زي الكتاب مفتوح وأخذت أربع ساعات معاي لحد ديت وعارف أنه ستحتاج على القليلة ست سبع عمليات بالمستقبل لنقدر نعملها ترميم للفك الأسفل اللي صار مهشم يعني أنا بالنسبة للي كأب إصابة الأطفال لسه كأنه أول مرة بيعالجهم لسه كل ما أشوف طفل بتتذكر ولادك يعني بتتخيل الألم اللي بتعانيه العائلة غسان شو هي الأمني أو شو هو التمني يلي رددته الوالدي على ما اسمعك وبقي معك بهالمعايير كايدي قالتلي لما توفى الوالد إنه بتتحول علاقتك بإنه يكون حد فخور فيك من الوالد للأولاد فهي هاي أنا ضلت معاي خلال السنين الماضية إنه زي ما كان بالنسبة لإلي كان دايما مهم إنه هو يكون فخور فيه هلأ مهم عندي إنه الوالد يكونوا فخورين كيف بنزول لأكل يدك ليوم هلا ما تلات ولاد وثلات تينيجر مش مستعدين يحكوا كلمة منيحة قدامك بس خصوصا لما يجوا ناس إحنا موجودين بمطار أو هذا يجوا يسلموا بيخجلوا ولكن أنا أظن إنه آمل إني أنا علمتهم إنه الإنسان بدون قضية حياتهم تقصى غسان قلتلي مرة بمؤابلة عديمة إنه الاحتلال هو الذي يجعل القضية مستمرة تتذكر شيء؟ بتتذكر هل فعلا الاحتلال هو لح يبقي الشعلي مضاء أمرا حرية هي لح تكون لأل الغالب بالمستقبل الاحتلال لا ينتهي من محاولة إلغاء وجود الشعب الفلسطيني لأنه هذا مش احتلال طبيعي هذا مشروع استعماري المسموع الاستعماري دائما مبني على إلغاء السكان الأصلي والفرق ما بين الإبادة والإلغاء إنه الإلغاء هي إلغاء الحاضر والماضي والمستقبل تحول الإلغاء إلى أدوات إبادية واللي نشوفه ونعرفه تاريخيا من اللي صار مع السكان الأصليين بكندا أو بأستراليا إنه لحظة ما المستعمر يتحول إلى الأدوات والمنطق الإبادي هذا منطق لا عودة عنه فبكندا استمر قتل أطفال السكان الأصليين لا السبعينات والثمانينات وجثثهم تحت مدارس الداخلية بأستراليا محاولات تسميم أبار المجتمعات الأصلية استمر للثمانينات من القرن المال فهو هذا يعني منطق أنه نقول عنه احتلال هو مشروع إبادة بدأ كمشروع إلغاء وتحول عندما فشل بإلغاء إلى إبادة هيا بدك تقبل أنك أنت تباد أو بدك تحارب بكل ما أتيت من قوة كيف ترى الغد كيف تشوف بكرة أنا بكرة بدون أدنى شك هو يوم فلسطيني أنا بدون أدنى شك عندي يقين أنه هذا المشروع سيذهب إحنا سكان هاي المنطقة إحنا بلبنان بفلسطين بسوريا بالأردن إحنا السكان الأصليين اللي شفنا الصليبيين والتتار وغيرهم راحوا واندثروا وهذا المشروع كمشروع أوروبي استعماري سيدثر إحنا بمرحلة صعبة جدا إحنا أنا لا أؤمن أنه في حتمية للنصر ولكن أنا عندي إيمان أنه نحن متجذرين بهذه الأرض لدرجة أنه لن نقتلع منها وأنه هو لأنه العابر ونحن الباقون بعد مرحلة ما سيذهب بحال سبيله وسيعود إلى حيث ما جاء ونحن سنبقى بهذه الأرض غسن بكل اللقاءاتك العالمية وهي كتير أكيد بنحكي عن القضية بنحكي عن الحروب بنحكي عن المهني ونبل المهني بنحكي عن النضال وكرامة الإنسان بس من النادر نحكي عنك أنت ما بنعرفك كإنسان بنعرفك كمصدر وحي بنعرفك كالول موضل بس أنت أنت مين كيف عايش كيف هي يوميتك خلال السنة الماضية يومياتي حياتي ألبت فوق تحد ولكن أنا يعني كأي أب كانت محور حياتي أولادي خاصة أنه صار بعمر تحولت العلاقة لصداقة أحب مهنتي فعلاقتي بعملي كانت دائما جزء أساسي من حياتي عندي شغف بالأفكار يعني دائما من أنا مراهق عندي أهمية القراءة المستمرة وقراءة الفكر رؤية التحليل القدرة على أخذ أدوات تحليلية مستمرة مهم لفهم الأبعاد للوجود الإنساني وللوضع السياسي وللوضع الاقتصادي ما بعرف إذا الإنسان يلي بيمارس المهني بهذا الشغف يلي بيعطيه حيز من وقته الحيز الأكبر من وقته بيقدر يراكم صدقات بيدربني صدقات وعلاقات مع عدد زملاء المهني بحياتك هل كان في عندك وقت للأصدقاء أكثر من الأصدقاء أنا في عندي رفاق درب لأنه هذا الطريق اللي اخترته كثيرين اختاروه من قبلي وهم أكثر من أصدقاء لأنه هن رفاق درب وعلاقتي فيهم تفوق الصداقة العادية ومشركاء نيضال بدون أدنى شك ومشركاء هذا الخيار بالحياة اللي بيختاره الواحد اللي هو على ظاهره بيناقد منطق العصر منطق العصر اللي مرتبط بالرفاهية وبالمادية فلما يكون مرتبط بهذا الخيار ويجد آخرين بيصير فيه علاقة وطيضة وحميمة مع هذا الرفاق هذا الدرب مش بناهت فقط منطق العصر لكن أيضا بيناقد منطق العقل يناقد منطق العقل بس لا يناقد منطق الوجدان والإنسانية متى متى خذلك هذا الخيار أو هل بأوقات ضعف حسيت أنه خذلك خلال سنين التسعينات أيام سنين العجاف تاعت أوزلو عندما رأيت أناس كنت أحس أنه هني يمثلوا مثال نبيل للنضال وضعفوا أمام المغريات ونجرفوا مع مشروع أوزلو آه حسيت أنه أنه هذا بعدين شعبنا بيعيد إلك الأمل زي ما عاد إلنا الأمل بالانتفاضة التانية وبيعيد دايما إلنا الأمل وبنتعلم من شعبنا أنت يعني جمال الطب هو مش باللي أنت بتعطيه للناس هو اللي أنت الناس بتحلك تشوفه من حياتهم اليومية الشعب هذا هو شعب عظيم وشعب عنيد شعب ما بيساوم شعب بيروح للآخر والشهادة هي أوقات انتصار مش شيء نهاية وموت حتم لكن اليوم الشعب أدمى كان قوي بغياب قيادات هو مضعضع هو مزعزع نحن بحاجة لقيادات اليوم القضية الفلسطينية بحاجة لناس يكونوا بالصدارة وبالطليعة وهي شيء غير موجود اليوم بخوفك هو جزء من المرحلة التاريخية اللي بنمر فيها ولكن إيماننا بشعبنا وإيماننا إنه هذي شعوب ولادة هاي الشعوب حتجيب قيادات وهي التجربة هذا هذا الطحن الالتحام البطولي حيخلق قيادات حيخلق قيادات وممكن هاي القيادات يعني تندم إسرائيل إنها خلقت الظروف اللي سمحت لهاي القيادات إنها تنولد يمكن قيادات هن الولاد اللي عم بيجوعوا بجباليا يمكن هن الأطفال اللي ترملوا 22 ألف طفل اللي ترمل بجباليا يمكن هن يعني أعادة إسرائيل يمكن أنت يمكن شعبنا هو اللي بيختار طبعا أنا برأيي إسرائيل في إجماع عليك قاطبة من ناحية أولى من ناحية تانية القيادات تنبثق من وين القيادات من النقبات من الحركات الطلبية صح أو لا ومن الناس ومن الشعب من المناضلين وأنت بالطليعة اليوم أنت على رأس هؤلاء المناضلين تتمتع بهذه الحنكة بهذه التجربة بقوة التفاوض في محبة كبيرة لألك وفي إنسانية هي بتقودك وما في شي قدر لوث هذه السمعة وهذه المسيرة الملفتة بقى نتمنى على كرحال يكون ناس مثلك أنت هني بالطريعة ويقودوا هذه القضية ويرجعوها إلى سابق عهد وتبقى هي القضية الشاغلة لكن مش تبقى بس قضية بالوجدان تبقى حقيقة ويصير في عنا دولة فلسطينية نتمتع بسلام نرجع بهالمنطقة بلبنان بسوريا بالسودان وين مكان نحن بحاجة بحاجة ماسي حقيقة إلى معانقة هذا السلم الأهلي ونعيش بضعة سنوات برفاهية وبمحبة وبتآخي وأكيد الحلم يكون إنه مكان بحياتنا وحيز بمكان بحياتنا غسان بالأخير من كل مرة في سؤالين بيختم فيهم هالبودكاست لمن تقول عذرا للي لسه بغزة لمن تقول شكرا للمرضى تعوني اللي تعلموني على مدى صاروا أكتر من ثلاث عقود شو أهم درس على موكية المرضى إنه ما أستهين بقوة الحب الإنساني كنقيض للإجرام العنصري والإجرام السياسي غسان أبو الستة شكرا شكرا كتير كل الحب الله يخليك إلى اللقاء شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة